يبدو أن الغرق كتب على كل شيء في العراق ليس للبشر فقط حيث يعاني القطاع الصحي من ترد الواقع الذي يمر فيه بزمن حكومات الاحتلال المتعاقبة وترد الواقع الخدمي في المستشفيات مستشفى الزهراوي في محافظة ميسان يغرق بعد دخول مياه الأمطار إليه وعدم وجود مجار لتصريف المياه فنشاهد طوالي في العراق سوف أتعلم سوف يبقى بالغناء دخول كتب سوف أبقى بجانب براسك براسك ترجمة نانسي قنقر